لا يعمل حق احنا نعيد الماتش عشان الدراع كان بايس باريس سان جيرمان بياخد ريال مادريد في الحتة المزنوقة تسعين دقيقة اشغال شقة مؤبدة قروية وبيديله تلاتة صفر في حديقة الامرة الجون التالت لباريس سان جيرمان ده لوحده قصة وحدودة فكرة ان اخوان برنات الباك الشمال لباريس سان جيرمان وتوماس مونية اللي احرز الهدف الباك اللي مين لباريس سان جيرمان يعمله هات وخد وهات وخد كمان مرة داخل منطقة جزائر ريال مادريد فعدم وجود حارس مرمى ريال مادريد وقلبين دفاعه او اي حد يمنع الكرة من هتدخل دي ملت ملت فكرة ان زيداني يعتمد بنفس التيك تيك ونفس طريقة لعب اللي اعتمد عليها قبل كده واخد بيها تلاتة شامبينز ليك اثبتت فشلها من نهاية الموسم اللي فات فياريتي عم زيداني عم الشيخ تنزل بالسبحة وضاير الجلبية عشان الدراع بايز ريال مادريد بدأ المطشي باعتمد على طريقة لعبة اربعة تلاتة تلاتة اللي بتتحول لاربعة اربعة اتنين اللي تقريبا ما كانش فيه حاجة بتتحول لان اللعبة كانت متحولة اصلا مجوش حضيخة الامرة بدأ بتبكي وارتواء الرجل اللي ما شفتلوش مطش خرج بكلينشيت لغاية دلوقتي مع ريال مادريد اللي سيبنا كيلور نفاز وجبنا اريولا مكانه عالباك الشمال كان موجود فرلند مندي عالباك اليمين كاربخال مليتاو وفاران واللقطة الوحيدة اللي شفت فاران فيها كانت لقطة الانزار اللي اخدها في الدقيقة 85 تقريبا سلاسي نص ملعب مجوش كروس وكازيميرو وخميس روجدريجوز وسلاسي هجومي قلت يمكن مع عودة هازارد يعمل حاجة هازارد وبنزيمة وجارس بيل مجوش هو الفريق كله مجايش الفريق ما كانش بيطلع بكورة 90 دقيقة نص ملعب باريس سان جيرمان مسيطر الكورة التانية الالتحامات الارضيات الفضائيات كل حاجة ده ما كانش نقص غير ان كروس عرضي يطلعب من ناحية اللي مين من توماس مونية ينزل من بابه من المدرجات يجبها جنوية حزب الناحية التانية باريس سان جيرمان وتوميس تويخل باعتمد على طريقة لعب 4-3-3 ولكن بينفز طريقة التحول فيها الـ 4-4-1-1 أو 4-1-4-1 بطريقة نفس طريقة زيدان اللي كان بينفزها في التلات مرات اللي أخذ بيها تشامز لي كان باعتمد فيها على كله النفاس واللي معاه أم زي كله النفاس خليها تتعيله كتير الراجل ما تشطش عليه تقريبا ولا كورة وكورتين اللي تشطوا عليه كانوا هدفين تسلل واحد تسلل واحد هاند بول فاللمه بتدعيله حصل من المه بتديله عن ناحية اللي مين كان موجود توماس مونية عن ناحية الشمال خوان برنات اتنين قلبي دفاع كان بيمبي وجامبو تيجو سيلفا والاتنين الصراحة أطيب من قلب خصايا بس ريال مدريد مجاش سلاسي نص ملعب من نار جانا جايه وفراطي واللي عنده فراطي يجيب شيشة ويسحب ويعلي الكيف ومحدش هيهوب وسرابيا وسلاسي هجومي كان موجود إيكاردي وديماريا وماركينيوس ماركينيوس كان بيميل مع السلاسي الدفاعي في نص الملعب جانا جايه وماركينيوس وفراطي والسلاسي الهجومي كان سرابيا وإيكاردي وديماريا وافتكر إن إيكاردي لو أخذ مباراة أكتر في الدور الفرنسي أو رجع قبل المطش دوت كان ممكن يحرز على الأقل هدفين في كورتواء اللي كان مهزوز جدا توماس سيخل أفل مفاتيح لعب زيدان اللي بيعتمد فيها زيدان على واحد من البي نص الملعب بيفضل كارتكاز وهو كاسيميرو بيميل كروس وبيميل كان في وجود مودريتش أو النهاردة في وجود خميس رودريجوس وبيطلع على الأطراف عشان يزيدوا على الأطراف مع جارس بيل كربخال وواحد من سلاسي خط النص وهو كروس أو خميس رودريجوس وتقريبا من التسعين ديها ما شفناش كروس عرضي من كربخال أو من ناحية الشمال لفرلند مندي ودوت بيرجع بسبب الحيطة السد اللي كان عاملها توماس سيخل عن ناحية اللي مين وعن ناحية الشمال اللي بينزل فيها فراتي عن ناحية الشمال مع مسندة خوان برنات مع كمبينبي وناحية اللي مين تياجوي سيلفا ومونييه وسرابيا مع جانا جاييه واحد من نجوم اللي خواه الجن الأول جاء من ناحية الشمال بعد كروس أرضي عرضي قصير ومن وانتطش دي ماريا بيحطها في الدايقة على يمين كورتوا عشان يحرز الهدف الأول الجن الثاني جاء من ناحية اللي مين لدي ماريا الرجل اللي كعبه عائل عريل المدريد وحط شوطة صاروخ في كورتوا ومقدرش يصدها وحتى لو ما كانتش صاروخ كورتوا مش حارس مارما فين كورتوا؟ هاتو كورتوا بتاعة شيلسي ده واحد تاني ما نعرفهش الشوط الأول انتهت 2-0 وريال المدريد ما وصلش لمارما منفاز غير بكورة جارس بيل اللي اتحسبت هاندبول في الدايقة 38 في الشوط التاني نزل باريس ضاغت وقدم دفاعه وقدم نص ملعبه ولعب ضغط عالي كان بيبدأ الضغط يا إما فراتي يا إما الجانا جايه أو سرابيا وبيبدأ الضغط بسداسي هجومي منع ريا المدريد ان هو يوصل لممطقة جزاء باريس سان جرمان تقريبا لمدة 20 دقيقة في الشوط التاني حتى مع تغيير توماس تويخل كنا فاكرين ان زيدان هو اللي هيبدأ التبديل لكن توماس تويخل هو اللي بدأ التغيير وغير إيكاردي ونزل تشابو موتينج دورلي الكاميروني فأول كرة دمارية بيشوت عمل لوب عدت بعدها فبيبصوله سرابيا بيقوله عم ما تبصيلي بعدها ما فيش بدقتين بصل لسرابيا سرابيا حطها في السماء بطريقة غريبة ولكون فاضي بعدها بتقريبا 3-4 دقايق عم زيدان افتخر ان هو معاه 3 تغييرات زيدان لسارتي وبدأ عمل تغييرته بخروج هازارد ونزول بخروج هازارد وخروج خميس رودريجز ونزل مكان منه فينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكيس وخرج خميس رودريجز ونزل مكان منه يوفيتش عشان يتحول لطريقة لعب 4-4-2 اللي أصفرت عن هجمة وحيدة كانت عن طريق مسبس من فراطي قطحها كرفخال كوروس عرض لبنزيمة بنزيمة بيحطها جنب الايم بس دي الكرة الوحيدة اللي وصل لها ريال مدريد ودي كانت قبل التغييرات بعد كده نوصل للجونة الثالث لبريستان جيرمان اللي بيفصل حاجات كتير جدا فكرة ان الباك الشمال لفريق الخصم والباك اللي مين يعمله هجمة مرتدة ويعمله هاتو خد داخل منطقة جزاء الخصم في وجود باك يمين واحد او مدافع واحد من ريال مدريد وهو كرفخال وجون طالع شم هوا وياخد هاتو خد تاني جون تلات الكرة بدايتها ان الكرة مقطوعة من نص ملعب ريال مدريد فانضم رباعي غريب كروس كاسيميرو وبنيسيس جونيور وفرلاند منتي على دي ماريا دي ماريا بياكلهم كلهم اللي اربعة كده بسروبا سلمونية عشان يروح انفراد بكورتواء وتقريبا ضران او كرفخال مش مده زكي وبيعمل هاتو خط مع الباك الشمال بتاعه وبيدهاله تاني في الجون عشان ينتهي المطش تلاتة صفر واخسارة وريبة احسن من المكسب بعيدة عن زيدان عشان تغير من فكرك واتوقع ان زيدان حيغير من فكرو الفترة الجاية ويغير من طريقة لعبه اللي اسبتت فشلها في الفترة التانية مع ريال مدريد بعد فترة اولى كانت ناجحة جدا مع ريال مدريد لو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملو لايك وشيرو وسبسكرايب للكنوة وما تنسوش تغيرو الدراع عشان عم نزيدان نعيد المطش السامو عليكم ترجمة نانسي قنقر